لم يسبق للعالم أجمع أن سمع تصريحا يثلج الصدور عما يدور في العراق من عمليات ديمقراطية مضت في سنوات عجاف لكن العراقيين اليوم أذهلوا العالم بنجاح خطتهم وديمقراطيتهم وسعيهم لبناء الحرية واختيار الصوت بنزاهة وشفافية بعثة الاتحاد الأوروبي أعلنتها بوضوح أنها لم تتلقى أي تقارير حول خروقات كبيرة في الانتخابات ليس هذا فحسب بل أن التأكيد على سير ناجح لإجراءات عمليات الاقتراع في عموم البلاد كشفت عن نهج يبحث عنه العراقيون منذ زمن حيث أنهم يريدون استقرارا واحتراما للقانون والدستور وتطبيقا للوعي المتجذر فيهم منذ بدايات صناعتهم للحضارة وها هو اليوم يوعد نهجا أصيلا متأصلا في الجينات لكن الشعب العراقي حرم من هذه الأصالة بفعل الويلات والحروب والأطماع والنفوذ وما يبشر للعالم أجمع أن هذا الحدث الديمقراطي يمهد لعهد جديد فعلا من خلال التفاؤل بمستقبل أكثر احتراما للقانون بعد أن عزز الكاظم بعدم مشاركته في الانتخابات لكي يختار العراقيون صوتهم الذي يريدونه وهنا وضوح بما قدمته رئاسات العراق المتحدة فيما بينها وبالتشاركية مع المحيط العربي والعالمي في نجاح أهم استحقاق يبني مستقبل العراقيين ويحقق آمالهم نجح العراق إذن بتصويته الخاص والعام نجح في تفاصيل استحقاقه المنتظر منذ زمن والذي يعكس صورة مشرقة لعراق يسود فيه الوعي وتغيب عنه لغة العنف والفوضى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر